نائب محترم كيف تتعرفو مكتب ديال السيكاك الحديدية يتوفر على مخطط شمولي باش يواصل تطوير ديال السيكاك الحديدية الوطنية على المدى الباعد هذه المخطط تهدف يغطي كافة التراب الوطني بالشبكة السيكاكية باش يواكب النمو الاقتصادي للبلاد والحاجيات المرتقبة لنقل المسافرين هذه المخطط طموح بالنظر لحجم الشبكة المرتقبة لتتكون من 3800 كم من الخطوط ذات السرعة المتوسطة بالإضافة إلى 1300 كم من الخطوط الفائقة السرعة والتي ستربطتان جاء بأقارير من جهة ووجداء بالرباط من جهات أخرى تتمكن هذه المشاريع من ربط 43 مدينة مغربية عوض 23 حاليا وتأمن النقل السيكاكي 87% من الساكنة عواد 51 حاليا ويتم عبر خلق عشرات المراكز الجهوية للمراسلة باش تنظموا تحسن التكامل مع أنمط النقل الأخرى تبقى البرمجة الزمانية دي لهذا المخطط مرتبط بتوفير تمويلات ضرورية لتتقدر ب400 مليار درهم وهذا تستلزم إيجاد حلول مبتكرة من التمويل مبنية لا سيامة على الشراكات بين القطاعين العامون الخاص إلى جانب إشراك الجماعة الترابية من مجالي الجهات ومجاليس المدن ونعمل على ذلك وشكرا اشتركوا في القناة